السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلم وتابعنا العزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على الرسول الكريم. عاشاكم. احب التفسير للحلام. ازايكم عملينيه يا ربي دايما تكونوا خير. احباه في الله. النهاردة هنتكلم عن تفسير حلما مهم جدا وحلم رؤية العمرة في المنام. رؤية العمرة في المنام دل على زيادة زيادة في المال. اه وان كنت مقبل على مشروع. رؤية دي بتبشرك بالرزق والبركة. الحلال. اه الطيب بازن الله. الفتاة اللي تشوف العمرة في المنام معناها ان هي تسافر للدراسة. معناها ان في خطوبة قريبة لها من شخص مناسب. معناها ان في تحقيق للامنيات اللي هي بتتمنها ايا كانت بازن الله. ورؤية الزهاب للعمرة تعتبر من الرؤى المحمودة اللي بتدل على الخير والبركة في حياة الرأي. اه وبتبشر ان شاء الله بالعمرة الطويل. اما لما تشوف ان انت بتذهب اه للعمرة بتشير لاتباع طريق الصحيح والابتعاد عن اه المعاصي والزناط. رؤية العمرة في الأحلام المهمة جدا. اللي بتبشر بانتهاء الهم. بتبشر اه على الشفاء ازا كان الشاب او الرأي ده مريض. بتدل على بتخلص من المتاعب. اما للشخص المكروب اللي يعاني من الهموم دي اشارة لحدوث الكتير من انتغرات الاجابية في حياته. وانتهاء اه من اداء الفردية العمل بيعد تخلص من اه الهموم والمشاكل في حياة الرأي. والرجل اللي يشوف ان هو بيطوف او بيقدي اه اه العمرة ده بيدل على العمرة الطويل وزيادة يعني وزيادة رزق وزواء الخوف والهموم بازن ربنا عز وجل. فرؤية العمرة او الزهاب للعمرة من الاحلام اللي بتبشر بتحقيق امنيات الرأي بتبشره بقدوم اخبار مفرحة بتبشره اه ان في اه تغييرات في حياته الافضل ايا كان كان دينت عزباء او كان اه شاب يعني اعزب او كانت امرأة متزوجة او كانت اه يعني كان متزوج كل ده بيبشر ان شاء الرحمن الرحيم رؤية العمرة في المنام او الزهاب للعمرة في المنام اه لقدوم اخبار مفرحة في حياة الرأي اه ايا كانت الحال اللي هو بمر بها ربنا بشركم بشركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية عز فصار اكتباهنا اصف الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة